الجانب الثاني وهو متعلق ببطولة كأس مصر البطولة التاريخية اللي احنا بنتكلم احنا الكرة المصرية تخطط هلاص 100 سنة كرة وده الشعار على فكرة اللي بتتقام عليه مباراة نهائي كأس مصر في الرياض في المملكة العربية السعودية بمناسبة مرور 100 سنة كرة او اكتر من 100 سنة كرة تقام مباراة الاهل والزمالك في المملكة العربية السعودية النهاردة بطولة كأس مصر سفرت لأول مرة لأول مرة بطولة الكأس تخرج من الاراضي المصرية لأول مرة بطولة الكأس تركب طيارة وتسافر برا الاراضي المصرية كان دايما وابدا بطولة كأس السوبر وهي قدامنا على الشاشة بطولة كأس مصر مع اثنين من نجوم الكرة المصرية اللي لهم تاريخ كبير جدا مع هذه البطولة تحديدا بطولة كأس مصر حسام وابراهيم حسام حسن المدير الفني حاليا لمنتخب مصر وابراهيم حسن مدير الكورة أو مدير المنتخب الوطني النهاردة كانوا موجودين هون مع الكأس وصورة في مطار القاهرة قبل التحرك والصفر النهاردة صباح اليوم بإذن الله إلى المملكة العربية السعودية نقدر نقول الكأس طارت كأس مصر طارت إلى المملكة العربية السعودية في كارنفال نتمنى يا رب بإذن الله يكون مشهد جميل جدا في ملعب الأول بارك ملعب نادي الناصر اللي هيستضيف مباراة الأهلي والزمالك طبعا مختلف شوية الأجواء المراضي كانت دايما مباراة كأس السوبر من أول انطلاق النسخ الماضية تتلاقي في الإمارات تنتقل لعدة دول ولكن كأس مصر البطولة التاريخية فكرة جديدة يعني الحمد لله لو نتذكر كده كنا أول برنامج وأول خبر خرج من هنا من شاشة قناة الأهلي ومن خلال برنامج الترند الكلام ده أثناء إقامة بطولة كأس السوبر للأندال أبطال في الإمارات وطول كواهتها في عروض لاستضافة نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك في الفترة المقبلة والحمد لله مرة الأيام والخبر أو الحلم أو التفكير أصبح قرار وواقع والكأس حاليا دلوقتي في المملكة العربية السعودية والمباراة بإذن الله يوم الجمعة بين الزمالك والأهلي ونتمنى التوفيق رب للنادي الأهلي للفوز بهذا اللقب